تفاصيل أكتر من أستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم مساء الخير يا أستاذ منصور مساء الخير يا أستاذ منصور أهلا وسهلا أهلا وسهلا ياريت دينا تفاصيل أكتر عن الاتفاقية دي ونتيجها وإيه المنتظر منها إن شاء الله هو زي ما حضرتك أشارت كده هي اتفاقية عقدت ما بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول وممثلة أيضا في الشركة القابلة البترو كيمويات وأربع من كبريات الشركات الكويتية العاملة في مجال البترول ومجال الصناعة البترو كيمويات أربع شركات أربع شركات على الأسئل طبعا أكبر شركة عاملة في هذا المجال هي الشركة القابلة الكويتية بالإضافة طبعا للشركة العالمية البترو كيمويات وشركة بوابة الكويت وشركة بوبيان البترو كيمويات الكويتية هم أربع شركات الكويتية بمثل له قطاع الخاص الكويتي وهذه الاتفاقيات وقع مع القطاع الحكومي في مصر ممثلة في قبضة للبترو كيمويات للإنشاءة طبعا أربع مشروعات في مجال البتريكوبات المختلف ما بين معامل تكرير البترون ما بين إنتاج البروبلين ومشتقاته ما بين مجمع للتكرير ومشروع آخر لإنتاج الفرمالهيد ومشتقاته ومجمع العثمية الفاسفاتية طبعا هذا المشروع عشان بس يكون في الصورة هذا المشروع بيحتاج إلى وقت جيد للتنفيذ يعني علشان هذه المشروعات طار النور مش أقل من خمس سنين أو ست سنين ولكن حيبدأ الجانب الكويتي في البداية بالدراسات الخاصة بالمشروع على أن يتم التنفيذ كل هذه المشروعات طبعا استثمارات ضخمة جدا هي دي اتفاقية الأولى من نوحة يعني المشروع ده يعني مش تكملة لما سبق يعني فيش حاجة حصل زي كده لا ده مشروع الأول من نوعه كمان حاجة استثمارات دخمة جدا بتصل لحوالي 6.18 مليار دولار يعني نتكلم على حوالي 56 مليار جنيه أو ما يقرب من 60 مليار جنيه هذا المشروع حيتم تنفيذه على مدى الزمن يصل إلى 5 أو 6 سنوات المرحلة الأولى منه هي مرحلة 3 دراسات وحيتم ترحه أيضا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عشان يكون فيه فرصة لكي شركة عالمية أو أي شركة متخصصة في مجال البتر كوميويات سواء من مصر أو من العالم العربي أو من الشركات الأجنبية إنها تساهم فيه برضو فيه نقطة مهمة جدا وهي خاصة بالعمالة الضخمة اللي حيتم تنفيذها لهذه المشروعات وحتصل لحوالي 28 ألف فرصة عمل كان رئيس الشركة القابلة الكويتي قال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع للمذكرات التفاهم اللي شاهدها رئيس الوزراء إنه حيتم اختيار أماكن بالقرب من مشروع قناة السويس الجديدة طبعا علشان هذه المشروعات تكون قريبة من قناة السويس تكون قريبة من المواني وتكون بتخلع فرصة أكبر للتصدير وقال إنه دي طبعا فرصة لإستكمال الاستثمارات الضخمة اللي بتقوم بها الكويت في مصر وحشان إحنا نعرف إنه في عدد من الدول العربية بيحتلوا قائمة الدول المستثمرة في مصر زي السعودية زي الكويت الإمارات السعودية الكويت تحديدا بتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث الخامسة عالميا من حيث أكبر الدول المستثمرة في مصر أنا بشكرة شكرا جزيلا طبعا لكل التفاصيل أرتهالنا وأستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم شكرا جزيلا